استقالة وزير الأعلام اللبناني جوش قداحي مطروحة نوعا ما ورئيس الجمهورية ميشيل عون يعويل على الحس الوطني للوزير هذا هو أهم تصريح أدل به مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي من عين التيني بعد لقاءاته على رأس وفد من الجامعة مع الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة ناجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله أبو حبيب تحرك عربي يسعى لمحاولة كسر الجليد وخلق ثقب في جدار الأزمة مع دول الخليج نعم الموضوع طبعا مطروح ومعلوم من اللحظة الأولى أن مسألة الاستقالة كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية ولكن استمرت الأمور بالشكل اللي استمرت به الأجواء التي استمعت إليها من فخامة الرئيس من الرؤساء الثلاثة الحقيقة هي كلها أجواء حريصة على العلاقة مع المملكة السعودية وحريصة على العلاقة مع دول الخليج وفيما أكد عون أن لبنان لن يتردد في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمصالحة تأخذ في عين الاعتبار احترام السيادة الوطنية والمؤسسات ثمن ميقاتي ووزير الخارجي عبدالله أبو حبيب الزيارة وجددان التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية جولة الوفد على القيادات الرسمية لا تعني كما يرى كثيرون في لبنان أنه ثم تحلا وشيكا للأزمة التي باتت بالغة التعقيد من غير المتوقع أنه يوصل وفد جامعة الدول العربية لحل أو لتسوية من أجل حل الأزمة الدبلوماسية أنا بتوقع أنه ما لم يسلفه حزب الله لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حتى ينتشر البلد من الأزمة مش رح يسلفه لجامعة الدول العربية بكل بساطة يعني كان المطلب الرئيسي اللي افترضناه كل ياتنا ولم تقله السعودية بالعلن استقالة أو إقالة الوزير جورج إرداحي أظن ستستمر الأزمة إلى وقت طويل جدا إلى حين ظهور عامل جديد يمكن يرجع يخلط الأوراق مجددا ويعود الوفد إلى القاهرة بعد اختتام زيارة القصيرة للتحدث إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية من أجل تحديد الخطوة المقبلة لا يزال الترقب سيد الموقف لما ستقول إليه الأزمة بين لبنان ودول الخليج الخطوات التي سيدخذها الجانب اللبناني لم تتضح بعد في وقت تتواصل فيه الجهود والتحركات المحلية والدولية لإيجاد مخرجا للأزمة رودين أبي خليل الحرة بيروت